دائما ما يكون هناك علاقة بين ازدهار المدن وأن يكون لهذه المدن طبيعة تنافسية أو اقتصاد مرن وتنافسي. هذه المرة نتحدث عن مكة واقتصاد صناعة الوجهات العالمية بالتأكيد. مكة لديها خطة حضرية وتنموية وفق استراتيجية المملكة للعام 2030 تستهدف منها زيادة عدد السكان. وهناك الرقم متوقع لعدد السكان بحزب الأمم المتحدة وهو 2.3 مليون نسمة. مقابل هذا النمو نشهد من مستويات 18 ألف نسمة في العام 1834 ومليون وستة من عشر نسمة في العام 2010. طبعا المدينة بتسعى لرفع الساعة الاستعابية من قبل الزوار. نتحدث على رفع الطاقة الاستعابية لـ 30 مليون زائر بحلول العام 2030. وليس هذا الأمر فقط. ولكن أيضا هناك مساعة لتطوير جودة الحياة بالنسبة للسكان. عبر مجموعة من المحاور التي تؤديها حاليا بشكل متوسط. لكن تسعى لتطويرها منها البنية التحتية والاستدامة البيئية والحوكمة والتشريع. الحضرية. طبعا هذه الخطة تنفذها العديد من الشركات. منها شركة أم القرى التي تنفذ وجهة مصر. ماذا عن هذا المشروع الذي يطور في الوقت الراهن؟. نتحدث على أنه ذات موقع استراتيجي مهم. نتحدث على 550 متر فقط في نطاق المسجد الحرام. ومساحة إجمالية بـ 1.2 مليون متر مربع. وتم ضخ استثمارات تقريبا 23 مليار ريال في البنية التحتية. ووصلنا حاليا لنسبة إنجاز في هذا المشروع أو هذه الوجهة. تتخطى 92% تقريبا. الوجهة تسعى لأن تكون حضارية ومنصة تنموية استثمارية. متكاملة الخدمات. وهناك طبعا توقعات بافتتاح جزئي للمشروع مطلع العام الحالي. بعد طبعا ما تم إنجاز العديد من الخدمات. هذه الوجهة وجهة مصار بتسعى طبعا لإحداث حالة من التكامل فيما يخص الاستثمار. نتحدث على طبعا أنها ستكون وجهة محركة للاستثمار طويل المدى في مكة. تم طبعا استقطاب استثمارات بتقريبا 35 مليار ريال. بتشكل 21% من إجمال الأراضي. والاستثمار المؤسساتي تركز في هذه القطاعات. وهي قطاعات متنوعة كما نرى. تتحدث عن الإسكان. الضيافة الصحة. النقل الترفيه. التجارة. وطبعا الحجوة العمراء. مصار وجهة المئة مليار ريال. كما تعرف. طبعا قامت بتوقيع حزمة مشاريع فندقية. بقيمة بتتجاوز ملياري دولار. كان طبعا على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار. اللي كانت الشركة هي راعي مهم لهذه القمة خلال الفترة الأخيرة. هناك مجموعة من الاتفاقيات وقعت خلال العام الماضي. تستهدف تنمية وتطوير هذا المشروع. في شتى القطاعات حقيقة. أولا نتحدث على إنشاء وتشغيل سبعة أبراج فندقية. وتم طبعا التوقيع مع عدد من العلامات التجارية. وقيمة الإجمالية سبعة مليارات ريال. هناك اتفاقات مع عدد من الشركات من هامات. لتشغيل طبعا مول مصار باستثمار 2.7 مليار ريال. واتفاق طبي مع مجموعة فقيه لتأسيس مستشفى. ومدوام طبعا لتنفيذ مركز مصار التفاعلي. واتفاقات أخرى منها أنظمة الاتصالات والإلكترونيات لتجهيز البنية التحتية. وغيرها من الاتفاقات مع بعض الاتصالات لتنفيذ مركز المعلومات. وشركة طبعا النقل القهرباء والزامل. كان هناك اتفاقية استحواذ على أحد الأبراج السكنية. وأخيرا كان لدينا اتفاقية مع جبل البناء لتطوير إحدى الفنادق. وبالتالي ننتظر هذا المشروع الذي يمثل إضافة حضرية واقتصادية واستثمارية للمدينة.